اسرائيل هتختال المرشد الايراني خامنقي حسب المكتوب في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة ان دي علامة من علامات نهاية الزمان لان النبي دانيال الله ارسل ليه الملاك جبرايل عشان يوريه احداث اخر 7 سنين في الارض فورى الرؤية الرؤية دي ملخصة اللي هقولولك دلوقتي وهقراها معاك ونرجعها مع بعض وشوف لو الكلام صح او غلط بيقولك ان في الشرق الاوسط هيظهر تيس من المعز وكبش ده صورة لدولتين اللي هم اسرائيل وايران الكبش ده ايران التاسم المعز ده اسرائيل ايران واسرائيل هيخشوا في بعض فيجلبوا الاربع زوايا الارض اللي هم امريكا والاتحاد الاوروبية وروسيا والصين امريكا والاتحاد الاوروبية هيجوا لدعم اسرائيل وروسيا والصين هيجوا لدعم ايران والكلام ده اسرار حربية مكتوبة بالشفرة عشان ناس تفهمها وناس تتعامي عنها فخليك معايا للاخر عشان نشوف الكلام ده لو صح اقبله لو غلط ما تقبلوش لكن الكلام ده بيحصل في الأيام اللي احنا عايشين فيها ودي لحظات تاريخية احنا بنعيشها النبي دانيال في الصفحة رقم 8 وحمل الكتابة من على جوجل وقرأ معايا بيقولك ايه في السنة الثالثة من الملك بلتشاصر ظهرت لي انا دنيا الرؤية بعد التي ظهرت لي في الابتداء فرأيت في الرؤية وكان في رؤياي انا في شوشن القصر عند ولاية علام دي ارض ايران بيقولك ايه رفعت عيني ورأيت وقز بكبش واقف عند النهر وله وقرنين ليه راه وقرنين ايران لها قرنين لان لبنان وايران ضر روح واحدة لبنان دلوقتي سقطت ولبنان دي الكرن الصغير ايران الكرن الكبير فبيقولك ايه في الرؤية لها قرنين والقرنين عاليين الواحد اعلى من الاخر هنا بيشبه ايران ولبنان صورة الكبش لقرنين وفي قرن اعلى من الاخر وهو ايران اعلى من لبنان وقز بالكبش واقف عند النهر وله وقرنين والقرنين عليين والواحد اعلى من الاخر والاعلى طالع اخيرا ورأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان ولا منقذ من يده يعني ايران دلوقتي بتدخل في سوريا وبتدخل في العراق وبكانت بتدخل في غزة وبتدخل في كل الدول حولين اسرائيل وعملت تبزر حروب ومليشياتها تخوف دول الخليج حتى مصر بتخاف منها فتعظمت ايه بقى اللي هيحصل التسم المعزي اللي هو اسرائيل والغرب الجماعي بص ايه اللي هيحصل ثم رأيت تيس من المعز جاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض قالك من المغرب معناها كناع عن الغرب الجماعي اللي هي امريكا واسرائيل جاء من المغرب على وجه كل الارض ولم يمس الارض يعني جيب الطيرات من غير ما يجي على حرب برية لانه لم يمس الارض والتايس كارن معتبر بين عينيه وجاء الى الكبش صاحب الكارنين الذي رأيته واقفا عند النهر ورقت اليه بشدة قوات وانت شايف اسرائيل بتضرب لبنان دلوقتي وفي القرن الصغير بتاع لبنان وقع الجيعة الكبير اللي هو قرن فبيقولك ان اسرائيل هتضرب ايران وهتختال اه كبيرها امام عيونها فهتقوم حرب كبيرة في الشرق الاوسط حسب بيقولك ورأيتك اتوصل الى جانب الكبش اللي هو ايران فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن الكبش كوه على الوقوف امامه وطرحه الى الارض وده سوى لم يكن الكبش منقذ من يديه يعني اسرائيل هتضرب ايران ضربت هلاك وما فيش حد يعرف ينقذها لان اسرائيل مش هتيجي لوحدها تضرب ايران بس هتجلب معها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي هتيجي روسيا والصين عشان تنقذ ايران وهتقوم حرب نهاية الزمان الكبرى لان نهاية النبوة بيقولك ويكون زمان ديك لم يحدث مثله منذ كانت امة الى ذلك الوقت الحرب العالمية التالتة الله بنفسه هينزل فيها وبيقولك وكسرون من رقضين في طرابة الارض يستيقزون هؤلاء الى الحياة الابدية وهؤلاء الى العار الاصدرائي الابدي احنا عايشين في عالم ديق وعلى وشك ان احنا نخرج منه للعالم الواسع اللي هو السماء يا بخت من امن بالله واستسمر حياته مع الله مش مع الشيطان لان كل من امن بالله هيخرج من عالم الديق ده ويخش السماء الجنة ارض العجائب اللي بيقولها اخواتها المسلمين والمسيحيين بيقولوا عليها فالوقت الوقت تقريب الوقت تقريب ما فيش زمان بعد الزمان والفرح بيشطب والمعزين بتسلم على بعض وخلاص العريس هياخد عرص ويطلع بيها الى موراء النجوم فافرح فرح لا ينتج به احنا في الايام الاخيرة استعدوا استعدوا للقاء الهكم